هنبتدي بالخبر الأبرز النهاردة داخل جدار نادي الأهلي وهو حصول الكابتن العامل فاروق على حكم قضاء يمكنه من العودة كنائب رئيس النادي القضاء يعيد العامل فاروق لمنصب نائب رئيس النادي قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار اللجنة المشرفة على انتخابات النادي الأهلي التي جرت يوم 26 نوفمبر الماضي والمتضمن عدم إعلان فوز العامل فاروق بمنصب نائب رئيس النادي بالتسكية وعرض أمره على الجماية العمومية وكان العامل فاروق قد أقام طعنه وتضامن معه النادي الأهلي والذي كلف محمد عثمان المستشار القانوني للنادي بمتابعة الدعوة وطلب العامل في طعنه إلغاء قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات وما ترتب عليه من آثار كما أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب عن انضمامه للعمل فاروق في دعواه وطلباته احتراما وتقديرا لإرادة الجماية العمومية التي منحت العامل ثقتها بأكثر من 19 ألف صوت ألف مليون مبروك الكابتن محمود الخطيب ألف مليون مبروك الأستاذ العامل فاروق ألف مليون مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي كما عودنا النادي الأهلي دائما أبدا يعني بيحترم إرادة الجماية العمومية والبيان واضح ومبين كل شيء والاحترام واللواح والقوانين هي شامة النادي الأهلي واحترامها هي شامة النادي الأهلي